كافي شو حنان عبدالله موتي كارلو الدولية باسم سلوم مساحة حرة إذن العشرة والدقيقة الثالثة وثلاثون سنخرج أو سنخرج مستمعين هذا الصباح وفي هذه المساحة باسم من الواقع لنضعهم في صورة في صورة وعالم افتراضي له بعد روحاني فلسفي والعديد من الأشياء معنا في الستوديو دوريد السويسي لا فضل ماكسح دوريد؟ بالضبط دوريد السويسي ما تقول لش دريد دوريد دوريد السويسي فنان بصري ومصور فوتوغرافي تونسي بمناسبة معرضه بالصور بالأبيض والأسود بعنوان العديد من الأسامي تطول القائمة يلا سالم عمران حبيب حسونة أذكر كل الأسامي لا لا نسيت محمد على دوله لا لا أكيد أنا قلت أذكر بعض الأسماء هل مهم جدا أن نذكر كل الأسماء؟ لا مش مهم مهم ومش مهم يلا صباح النور أهلا وسهلا بيك مهم لأنه كل شخص مهم أذيك عليش أنا حبيت نسميهم معنا نحط الأسامي بتاع العبيد اللي صورتهم بتاع الناس اللي صورتهم نعم بعد مش مهم اسم المعرض المتاعي ماهوش مهم يعني النجم يكون النجم يقول لي هي مجموعة بورتريت طيب خصوصية يعني كل بورتريت عملت عليه من خلال تصوير كل هذه الأسماء خليني أذكرها يعني على الأقل محمد سالم عمران حبيب حسونة على فريد حمزة مهدي وينصرنا فريد حمزة مهدي أسامة كمال اختيارك غريب للعنوان سألته خصوصية كل شخص فقط ليجيب على هذا السؤال وبعد ذلك أطرح سؤال آخر هما كل شخص عنده خصوصياته منش أنا اللي اخترعتها خصوصياتنا كل واحد فينا عنده خصوصيات هو المعرض اسم غريب ولكن هو رد اعتبار للإنسان العادي للمواطن العادي اللي هو مغيب يعني في الساحة العامة في الساحة الإعلامية في الفضاءات الإعلامية حتى في الفضاءات الإعلامية الاجتماعية كيف يقولون ريزو سوسيوس معنا نسمعه على الاستاخ على النجوم بالضبط نسمع على السياسيين نسمع على الأشياء اللي تعمل الناس اللي يعملوا الأخبار هما يعني أنا نحكي على الواقع اللي صار في تونس على السنوات اللي تعديت على ما قبل 2010-2011 وعلى ما بعد 2010-2011 بالخصوص في 2016 لأنني تناولت الموضوع ذي في 2016 فحبيت نتناول الموضوع اللي هو هي المعرض الفكرة متع المعرض والفكرة متع السيغي متع البورتريهات ذي تعمل المعرض جماعي في تونس اسمه وطلان 2016 الموضوع كان عاجل الموضوع كان عاجل فطلبوا من تقريبا 35 فنان تونسي وافريقي وعربي أنهم يخدموا على الموضوع هذي كل واحد بطريقته فأنا طريقتي كانت أني نتلفت للإنسان البسيط مش للحاجات اللي نشوفوها في الأخبار وفي الوسائل العالمية نتلفته للحاجات اللي هي مغايبة تماما يعني الإنسان أو الناس العادية هي أرقام بأحصاءات بعدد سكان بأي شيء بس بالإسم الحقيقي للشخص وتميزه ما عم تنزكر يعني بالضبط فأنا ذكرتهم فهذاك هو المعنى معنى هذاك علش محمد سالم عمران حبيين لكل هم ناس يعني موجودين وأنا عطيتهم الفرصة أن يكونوا موجودين وعطيتهم فضاء وكيف الناس تمشي وتشوف المعرض في بريز ولا عرضت في تونس في شهر أفريل ماي وعرضت في لندرا من بسعة شهور تقريبا بلندن نفس الشي الناس يشوفوهم ويشوفوهم زد في فرما كبير يعني حبيت نعطيهم الفرصة قدم النجم أنهم يظهروا أنهم يبرزوا ولكن يظهروا بطريقة ما اكتشفت واللي طريقة هي ماهيش كلاسيكية لل الفن البورتري يعني عم نشوف أعلان المعرض معنا ما بعرف إذا بيطلع على الكاميرا هون كمان عم نشوف رجال كبير بس حجمه صغير بالصورة وحوالينه فراغ في رسالة معينة عم بتحب توصلها من هدول الصور أو بهالطريقة هاي للبورتري اللي عم تصور فيه أكيد هو كيفش نقوله الوسيلة الميديوم الوسيلة متع أو الميديوم بالانجليزي متع البرتري أو متع الصورة الفوتوغرافية هي يعني أنا من منخدمش حدي حد جمالية الصورة مش هذي الهدف مش الهدف أن نعمل صورة جميلة طولنا نحل في وسائل العلام الاجتماعية نلقاه معناها الصور ولينا مجتحين بالصور صور وجوه هو ما في صور وجوه يعني أنت بمعارضك معناك نصور وجه بالمرة يعني منشوف دائما هو تناول آخر هو تناول آخر هما تلاحظوا اللي أكثريت الناس منسحبين من الإطار شوية منسحبين من نظراتنا من نظرة أولا الكاميرا يمكن لأنه في علاقة مع الكاميرا اللي هي علاقة نعرف تنافر خجل ما نصور جسد خجل نصور اللي الكاميراوات كثروا في وقتنا هذي والكاميراوات في بلدنا العربية وغيروا كاميراوات يعني آلات التصوير كاميرا 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 التصوير نعم هما يجيوا في تونس وفي المواطن العادي والمواطن اللي زادة معناها تعب لسنوات ولي عقود مش لسنوات المشكلة أنه في علامنا العربي عنا عديد العقود وإحنا في معنا في صراع مع أنظمة سياسية مع مشاكل اقتصادية مع حروب اللي قعد يصير في سوريا اللي قعد يصير في ليبيا اللي صار في العراق اللي قعد يصير في اليمن اللي قعد يصير فهذا الكل عنده طبعا عنده امباكت كبير على المواطن العادي ويأثر بصورة كبيرة ياسر على حياته اليومية وزد على مستقبله على حياة اولاده فالمشاكل مش انا مش نذكرها لكلنا نعرفوها دوريد سويسي طيب تحدث قبل لاحظات عن الزخم او كثرة الصور الموجودة على الشبكة انت معا ام لا انه اي شخص بامكانه ان يتبنى او يتقمص يعني الموضوع المصور الفوتوغرافي المحترف يعني نرى اليوم بانه بعض الصور اصبحت مشهورة جدا على الشبكة لاشخاص لم لهم مصورين يعني محترفين لهم معا او ضد او ضرورة ان الشخص يكون عنده لا لا ما عنديش مشكلة انا الجانب اللي حكيت عليه هو انه الكاميرا وعدسة الكاميروات تجيب معاها وعود للناس هذي لانه الناس هذي كيف وعود وعود لانه شفنا مثلا في تونس انه نجم نحكي على تونس بالتحديد في 2011 صار تدفق كبير ياسر متع القنوات الاخبارية العالمية الكلها نزلت مشيت السيدي بوزيد اللي اندلعت منها الشرارة الاولى ما يسمى اليوم بالربيع العربي فالناس هذي وقت اللي وصلت لها هالعدسات هذي رحبت بهم يجي وشوفوا شوفوا الحالة اللي احنا عايشين فيها شوفوا الوضعية متاعنا كيفاش فكان فهم أمل انه بش يصير تغيير انه بش يصير ولكن ما قاعدين نشوفوا في تونس قاعدين نشوفوا في بلدان أخرى الحمد لله باقي تونس معناها نسبيا لباس طيب دورة سويسي باسم سنتوقف مع فاصل ونعود لمتابعة معرفة الأعمار أيضا مشاركة في معرض دورة سويسي نعم احنا موفرح عيش واتهنى ووعد فرق الباس مع عني لسه في بكرة جديد أكيد أحلى حب الدنيا وعيش ليالي احنا موفرح عيش واتهنى وعد فرق الباس مع عني لسه في بكرة جديد أكيد أحلى حب الدنيا وعيش ليالي لسه في بكرة جديد لسه في بكرة جديد بكرة جديد شكرا لسهنى اشتركوا في القناة 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 أو بس في ناس محددة بتفهم هدول الصور هو حاجة سهلة برشا أنا شخصياً كفنان الهدف متاعي هو أنه نوصل هو أنه نعبر هو أنه وما نش من النوع اللي يقول لك لأنا نشتغل على مواضيع وإلا عندي تناول معين اللي ما ينجموا يفهموه كان أربع من الناس كان عدة أشخاص يعني في مستوى معين أو لا أنا نرفض ونرفض زيدا أنه الخدمة متاعي يكون الاؤديونس متاحة هي المهرجانات الكبيرة أو المتاحف الكبيرة في نيويورك ولا في بيرلين ولا في سيدني الهدف متاعي هو أنه أول هدف يعني أول مشاهد أنا بالنسبة لي أنا يهمني هو المشاهد متاع اللي دير بيه متاع الوسط اللي أنا نعيش فيه في المجتمع متاعنا أحنا النجم نبدأ من الحي اللي أنا ساكن فيه هو لتونس من أي مكان في تونس أنا من رادس 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 اللي هي ضاحية من ضواحي تونس كبرت في أنا قريب العاصمة أي بطبيعة كبرت في وسط تونس في مركز المدينة مركز المدينة وبعد وليت نسكن في رادس من عمري سبعة سنين تقريب ف عدة أشخاص من رادس اللي مسورهم آآ أوكي عدة أشخاص من رادس ولكن فاما ناس أخرين من حي الخضرة مثلاً من الهوارية نقلت في في تونس في مكثر زادة كيف كيف آآ فحبيت كما قلت لكم نغطي معناها أكثر يعني رقعة طيب طيب جغرافياً وعمورياً وغيره نعم طيب دريد سويسي بالنسبة لي آآ يعني استمرارية أو معارضك الحالية يعني خذنا إلى الجوالات التي ستقوم بها حالياً آآ إن شاء الله في باريز آآ في شهر 11 فم معرض كبير للفن المعاصر الإفريقي اسمه آآ كآ آآ آآ معرض الفن المعاصر قلت معرض الفن المعاصر الإفريقي هذا في باريز هذا المشاركة متاعي حتى تكون معه الجالري اللي تنوبني في تونس بالتحديد في سيدي بوسعيد اسمها عيشة القرجي نعم عيشة القرجي بنفس الصور هذي البرتريهات اللي اشتغلت عليها هي اختارت اللي الصور مش هما نفسهم اللي بشيكونوا اللي هما معروضين توا حاليا في المعهد المعهد العالم العربي ولكن نفس هذول الأسماء اللي قلنا هما الأسماء المعروضة حاليا في معهد العالم العربي هما موجودين تلاثة في المعهد العربي لأنه المعهد العربي هي بيانال كبيرة ففيها معناها عشرات لكن مش مئات الصور فكل فنان تقريبا عنده كم صور عادة يعني عنده ثلاثة إلى أربع صور شارك بهم كالعادة فقط بالنسبة للأسماء هذو كل الأسماء اللي انت خديت لهم بورتري يعني خديت لهم صور ولا هناك أسماء كثيرة فقط هذو اللي احنا ذكرناهم هو فهم أكثر شوية انت اخترتون له هذول أنا اخترت هذوكم على خطر كيف يقولوا على خطر الفضاء ما يسمحش أنو أنا ماذا بي نسمي الناس الكل ماذا بي نسمي الناس الكل يكون عنده معتبار هو هذو الهدف ماذا بي اللي أنا بديته احنا نكملوه كصحفيين كسياسيين كاقتصاديين نعرفوا اللي كل إنسان راهو عنده اسمه وراهو الإنسان هذيك ماهوش عدد ماهوش يعني كما يقولوا تم مش تعاونوني معناها عنده هدف هو هدف في ذاته هدف نعم هو في ذاته هدف يعني ماهوش وسيلة ماهوش وسيلة بيش نوصلوا بها للحكم لأنه إنسان بيش يصوط لهم ماهوش إنسان اللي بيش يشتغل لهم شغل معين وبعد ماهم همش فيه شكونه وش يعمل وش نية صحته وش كيفاش يربي أولاده وإتساترا سؤالين سؤالي وسؤال ليش الصور بالأسود والأبيض وتاني شي لأمتى مستمر المعرض في معهد العالم العربي بباريس لأمتى منقدر نشوف صورك الموجودة فيه المعرض حتيكش لنهار أثناش نوفمبر الجاي في تقريباً عنا شهرين يعني متواصل ويمكن يمدوه أكثر شوية لأنه حسب ما فهمت يعني فهم نجاح كبير وفهم أقبال كبير من الجمهور دريد سويسي تتابع ما يحدث أكيد في تونس؟ أكيد قل لي رأيك نتابع شو؟ وش واقع في تونس؟ أنا نهرب كيفما الناس هذو ما؟ هما الناس عاليش ملتفتين عاليش هيربين؟ يمكنه من عراج فهمها قراءات تقول اللي هما هروب من الواقع؟ لا مش هروب من الواقع هروب من الضجة الكبيرة اللي عاملينها وسائل الإعلام اللي عاملينها السياسيين اللي معناه وصلنا في تونس صحنا في فترة أكثر من مئة حزب سياسي مثل بلد فيه عشرة 11 مليون متساكن معناه من رقم قياسي وكل واحد كما قلنا كل واحد عنده فكرة وعنده نظرة وعنده نظريات وعنده مرجعيات وعنده وعود بطبيعة معناه هذيك المهمة شنو اللي يهمه هو الناخب والمواطن شنو يهمه؟ يهمه الوضع متاعه بشي يتغيره ومش بشي يتغير فهذا هو نعم مستمر بنفس ستيل يعني لقدام بنفس النمط بالأسود والأبيض الصور حتكون موجودة في المستقبل أنا خدمت برشا بالأبيض والأسود لكن خدمت زي هذا بالألوان يعني الاستيتيكية متاعه هي الستايل متاعه هو اللي نحبه واللي نحسه أقرب لي هو الأبيض والأسود يمكن على خطر أنا نحب التجريد عادة نحب كما يقوله أقل ما يمكن موجود أشياء على قدمة بالضبط فأنت تحاول تقول أقل ما يمكن بيش تقول أكثر ما يمكن دوري السويسي إذا حرمناك من الكاميرا ليوم واحد شنو ممكن يوقع فيك؟ لا لا أنا ما نصورش كل يوم لا لا عندي مشاريع نشتغل عليها نجم نقعد نخطط ونفكر في مشروع لأشهر وبعد نتعدى يعني ممكن نحبك من الكاميرا الأكثر من شهر لا عادي جدا يا السلام حتى من التليفون زادة جميل دوري السويسي شكرا على حضورك معنا هذا الصباح برك الله فيكم معيشكم تشارفنا شكرا لك إذن اللقاء يتجدد ومستمعين غدا في تمام الساعة الثامنة في التوقيت الباريسي معيس الوردوني شكرا جزيلا لك على الهندسة الإزاعية روان إعدادا وتنسيقا وإلى اللقاء إلى الغد إلى اللقاء كنوا على الموعد تحية لي الجميع وشكرا لكل من تواصل معنا هذا الصباح إليكم هذا النغم موجز لعام الأنباء بعد اللحظات باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر